طيب ايه موضوع وصولك على لقب سفير التمريد في العالم؟ احكي لنا اكتر الحقيقة انا مثلت مصر نقول حضراتك قبل كده في بعض الدول سفرت بريطانيا، سوسرا، اندونيسيا، عمال، لبناء سفرت كذا حاجة ومثلت مصر في الكونجرس الدولي لطلاب تمريد اوروبا عملت بعض الحاجات الحقيقة فيمكن دولة اندونيسيا لما انا درست فيها ديبرونة الصحة النفسية والعقلية هم اشادوا ان انا يعني اخد لقب اوسام يمنحوا اوسامة فهم ادوا لي وسام سفير التمريد على مستوى العالم ده اللي موجود؟ لا مش ده اللي موجود دي شعارات الجامعة اللي انا شجال فيها ووظفتي فالحقيقة يعني الوسام ده مهم جدا دايما حتى مش بقول وظفتي الاكاديمية دايما بقول صلاح محمد صلاح سفير التمريد فبعتز جدا باللقب، بعتز جدا بالوسام هم بعتولي شهادة معتمدة هنا في الصفارة في الخارجية المصرية والحق اتكرمت من هنا ومن هناك فدايما اقول ان الوسام ده شرف على صدري بقولين انا مدافع دايما عن مجال التمريد وحد وصلت من دبلوم التمريد لدكتور في الجامعة فيعني هم شايفين اننا ده دليل الحبك لهذا المجال طبعا جدا جدا يعني انا بعشر المجال دوت ودايما اضحي علشانه وعشان كده نايلة النهاردة عظيم منورنا والله يا صلاح خطر خير طيب انت قدمت عرض مميز جدا قدم سيئة الرئيس في 2019 في 2019 في 2019 شعب العالم كلية فعلا كلمة عن استثمار طاقات شباب التمريد وكنت بتكلم فيها ان احنا فينا ناس كوادر شبابية مهمة جدا لازم يتم الاستعانة بيهم في على الاقل وزارة الصحة وزارة عليم العالي احنا دايما بنشوف توظيف الشباب وتمكين المرأة وتمكين الشباب احنا محتاجين يتم تمكين التمريد المصري في الاماكن اللي المفروض يتاخد فيها قرارات الرعاية الصحية احنا عندنا يمكن ناس قلالة جدا جدا لمشاركة في الموضوع ده عندنا كوادر شبابية كبيرة جدا وبيسيبوا مصر ويخرجوا بره يشتغلوا في اماكن مهمة جدا بره مصر والتمريد المصري دايما يعني متميز بالاحترافية عندنا احتراف شديد جدا لتكنيكاليتيز او اللي بيقولوا عليها لكن احنا بس محتاجين شوية صفت سكلز لكن احنا عندنا احتراف شي جدا الممردة او الممردة او الاخصائي التمريد اللي بيخرج يشتغل في اي دولة بره بيتمايز باحترافيته اللي بيحتاجينه ده بندرسه صفت سكلز بندرسه بس احنا محتاجين الدولة نفسها اتوفره داخل مقارات العمل في المستشفيات مثلا تمريد هو شغال اجيب له حد يدرس له صفت سكلز لان برضو من ناحية تانية هو التمريد بتاع زمان مدرس صفت سكلز مدرس الحاجات دي احنا بنتور اه لكن هو زمان ما لولوش للحظ احنا بس بنطلب دايما الدعم لازم يكون موجود دعم في يوم مهم زي ده لازم اوصل رسالة ناس مشايليني رسالة مهمة جدا جدا هم طلبين او دايما احنا طلبين الدعم المادي والدعم النفسي كلنا محتاج دعم مادي انا عشان اجي هنا لازم محتاج مواصلات ومحتاج كذا وكذا ونفس الكلام محتاجين دعم نفسي ومادي ومحتاجين كمان زي ما انا قلت قبل كده تولي القيادة السياسية ملف التمريد عشان نشوف الملف دوت فعلا لان هو القائم على رعاية صحة المواطن المصري